لشهر مبارك ذو القادة ، أولا للنساء أمر الله جل وعلا ، فقرنا في بيوتكم إذا تجاب ذو الحد ، عليهم غضب الله ، عليهم غضب الله. بساء في بيوتهم بأمر الحق ، وقرنا في بيوتكم الذين يتجاوز الحد ، عليهم غضب الله ، لا يخلص ولا ينجو واحد منهم ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، الله محفظنا. يا ربي ، إجعلنا سامعين ، مطعين لربنا حاملين ، لرسولنا مصلين ومسلمين ، صلوات الله وسلامه عليه ألف ألف مرة ، في الدنيا وفي الآخرة ، فاتحة. رجال بعد صلاة العشاء في بيوتهم ، لا يرضى الشرع بعد العشاء ، رجال أن يكون في الطرقات ، لا. ما يحفظ ، ينزل عليهم غضب الله. هذا الذي يكمل شغله ، وماذا الله قسم له ، كم قرش ، يحفظ ، يحفظ ، يحفظ ، وفي الآخرة ، يحفظ ، وفي الأخص ، يحفظ ، على المسلمين ، يحفظ 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 ، لا يوجد نتيجة ، لأني ، يكونون المسرفين ، لا يحفظون نعمة الله ، ويرموا بهوى نفسهم ، على حسب تعليمات الشياطين . اتركوا الدخان وانأرقله وأنزموا بيوتكم بعد صلاة العشاء . هذا تعليم . إذا في غلط ، أي إنسان يقول الشيخ غلط ، عليه غضب الله . عليه غضب الله سبع مرات . أعوذ بالله . فاتحة .